ومثل هذه الملائكة التي هي أعلم بالله من كل الخلق وهي تسكن في عالم الملكوت ومطلعة على العوالم لاحظوا كيف تتعامل مع المجالس التي تعقد في ذكر أهل البيت عليهم السلام قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما قوم اجتمعوا يذكرون فضل علي بن أبي طالب إلا هبطت عليهم ملائكة السماء حتى تحف بهم تحف يعني تجلس حواليهم قريبة قريبة جدا بهم فإذا تفرقوا يعني خلاص المجلس كل من راح إلى داره فإذا تفرقوا عرجت الملائكة إلى السماء فيقول لهم الملائكة الملائكة اللي موجودة في السماء تقول لهذه الملائكة اللي كانت في المجلس إنا نشم من رائحتكم ما لا نشمه من الملائكة فلم نرى رائحة أطيب منها فإطر اللي حتى الملائكة ما شام مثله فيقولون كنا عند قوم يذكرون محمدا وأهل بيته فعالق فينا من ريحهم فتعطرنا فيقولون ذول الملائكة اللي بالسماء فيقولون اهبطوا بنا إليهم فيقولون فيقولون تفرقوا ومضى كل منهم إلى منزله فيقولون اهبطوا بنا حتى نتعطر بذلك المكان هذه الرواية يرويها العلام المجلسي في البحار أن أمسلمه هذا الخبر مدرسة كاملة لخدام أهل البيت وخدام الحسين بالخصوص يغني الباحثين وأهل الإيمان عن الكثير من الأبحاث والكتب في بيان عظمة المجالس التي تعقد في ذكر أهل البيت عليه السلام وفيه إشارة إلى أن هناك أماكن ملائكة الله تحب أن تقام فيها المجالس مثل الحسينيات مثل البيوت إذا أكو بعض الغرف بعض الصالات في داخل البيت يعقد فيه المجلس يقام فيه المجلس مثل هذه الأماكن لا تخلو من حضور الملائكة دائما الملائكة فيها يلفت هذا الحديث إلى حقائق الأولى أن جماعة من الملائكة خصصهم الباري عز وجل مهمتهم حضور حضور مجالس أهل البيت عليه السلام في أي زمان في أي مكان ينعقد المجلس هذه الملائكة تحضر أبو المجلس المقيم للمجلس لا يفكر يحضر عندي كثير أم يحضر عندي قليل حتى إذا محهد حضر في المجلس ملائكة الله حضر يغص المجلس بالملائكة ولكن لأن الملائكة من عالم الغيب لا يراها الإنسان بحسه إلا بعض الخواص من أهل الإيمان ممكن يحسون بيه نظير هذا الهواء اللي الآن مالئ هذا المكان ولكننا لا نراه ملائكة الله هم هكذا لأنها من عالم الغيب عالم الغيب يغيب عن الحس فلا نراه نحن ولكن هم موجودون حضورهم في المجلس هم بشكل مو متفرقين يحفون بأهل المجلس يعني كل شخص يجلس أطرافه وحواليه ملائكة قريبين منه إما لحبهم له لشدة علقتهم به أو لزحمة المكان في هذا وبهذا الحضور هم يستمر حتى ينفض المجلس ويخلص وتعرج الملائكة هذه التي حضرت في المجلس تعرج إلى الله عز وجل تعرج إلى السماء بآثارها وكل ما جرى في هذا المجلس من خيرات ومن بركات ومنها عطر المجلس تأخذه معها في هذا يجب أن يلتفت أهل المجلس الذين يقيمون المجلس يعرفون قيمتهم ويعرفون قيمة المجلس الذي يقيمونه كل كلام يقال في المجلس كل حركة كل تصرف كل فعل منظور ومحسوب الحقيقة الثانية أن غير هذه الملائكة المخصصة لحضور أهل حضور المجالس ما لهم صلاحية الحضور في المجالس يحتاجون إلى إذن يحتاجون إلى أن الملائكة اللي يحضرون في المجلس وصاعدوهم اللي ينزلوهم يجيبوهم إلى المجلس الذي أقيم وهذا معنى أن ملائكة المجالس أعلى درجة من باقي الملائكة درجتهم أعلى وأرفع الحقيقة الثالثة أن الملائكة في السماء تشم منهم رائحة زكية هم ما شامها أصلا في عمرهم في حياتهم الملائكة فرد كائن نوري يتغذى على أمرين العطر الطيب والذكر فهم حينما يشمون هذا العطر من ملائكة المجلس يتمنون أنهم مهم يحصلون من عنده يتغذون بأرواحهم لهذا العطر عطر المجلس إذن المجالس التي تعقد لآل محمد عليهم السلام فيها عطر خاص والحضور لهم عطر خاص والمقيمون لهم عطر خاص البشر الناس العاديين ربما ما يشمون هذا ما يدركوه ولكن الملائكة تدركه لأن أصل المجلس هو ليس من عالم الدنيا هو من عالم الملكوت كل مجلس يعقد ويقام لذكر آل محمد هو من عالم الملكوت مو من عالم الدنيا مو من عالم الأرض أسأبين لكم هذه الحقيقة شنو الشواهد على هذا أن المجلس اللي يعقد هو من عالم الملكوت نحن نشوف في الأرض ولكن عند الله وبحسابات الباري عز وجل هو من عالم الجنة من الجنان الشواهد على هذا كثيرا منها أن الإنسان حينما يحضر المجلس الذي فيه ذكر أهل البيت عليه السلام فيه شعور بالأمان والطمأنينة زوال الهموم الغموم لا يوجد مكان يزول فيه الهم والغم ويكون مورد الإطمأنان والسكينة الروحية إلا في عالم الملكوت أما الدنيا والأرض وما عليها محفوفة بالمكاره محفوفة بالهموم والغموم الشاهد الثاني أن في هذه المجالس قضاء الحوائج وإجابة الدعوات متى يكون المجلس هكذا معناه أن طريق الوصول إلى الله عز وجل بهذا المجلس قريب بحيث دعوة المؤمن دعوة الحضور في المجلس مستجابة وحوائجهم مقضية الشاهد الثالث أن في هذه المجالس معرفة الله عز وجل ومعرفة أوليائه والذي يحضر في هذه المجالس يكون كمن زار الحسين عليه السلام وفي زيارة الحسين غفران الظنوب محو السيئات علو الدرجات وإذا بلغ المؤمن في معرفته وفي عمله الدرجات العالية يرتقي أكثر وأكثر وربما صار من الزائرين لله في عرشه هذه صفة في عالم الملكوت ليس من عالم الأرض الشاهد الآخر أن المشهور المعروف بين أهل الإيمان أن المجالس التي تعقد لذكر أهل البيت خصوصا مجالس الحسين عليه السلام تحضرها فاطمة وأرواح الأئمة الطاهرين عليهم السلام بوجودهم الروحي الملكوت يحفرون في هذه المجالس إذن هذه مجالس ليست من مجالس الأرض ليست من أماكن الأرض نراها نحن في الأرض ولكن هي في واقعها من عالم الملكوت كالشخص الذي يدخل إلى قبر الحسين ويزور الحسين قبر الحسين في الأرض ولكن من عالم الملكوت وليس من عالم الأرض المجالس التي تعقد أيضا للحسين لها هذه السمات ترجمة نانسي